السلام عليكم معكم مجدا من قناة كروشي باي مجدا مرحبا معي في فيديو جديد فيديو اليوم نخدمه في هذا الدريس هذا كما تشوفو كي جراقي وانيق اهم حاجة انه سهل كما تشوفو معي في باقي الفيديو فاكملوا معي الفيديو تلاخير باش نشوفو الطريقة اللي نخدمو به هذا الدريس هذا الدريس كي تكون فقط من ثلاثة دير الادوار يعني سهل بزاف ممكن نخدموه في اقل مدة هذا غير شانتيور نخدم معاكم فيه كان نشوفو البلاسة اللي بغينا نخدمو فيها اللي بغنا نبدأ والخدمة فيها سواء كان لديكم كوم كوم او لقب او لفين بغيتوا تديرها الدريس هذا كان ندخل الكروشي في توب ديالي بهذا الشكل هذا وكان اخذ الحرير كان نحطه على صبعي بهذا الشكل هذا وكان نخلي هاد المسافة معقولة باش ميبغون فيني وما يعد بناش الخيط ما يكونش قصير باش ما يعد بناش فلا فينيسيون كان تبت الحرير في التوب بحلاكة الخيط اللي قصير كان نخلي في الظهر ديال الخدمة تل اخير عاد غنفيني والطوائد غنخدمو بي هنا غنحتاج انني ندير ثلاثة السلاسيل بالنسبة اللي حبيك في هذا الدريس هذا كان ديره ثلاثة السلاسيل ضربه في التوب ثلاثة ديال السلاسيل كان نحطوا السلاسيل على التوب ما نضربوش هنا وما نباعدوش تاني باش نضربوك نحطوا السلاسيل على التوب بتشكله باش كنعرفو القياس بالضبط فين غا جينا نضربه في التوب باش ما جيناش الخدمة مكمشة كان ديرو ضربه في التوب ثلاثة ديال السلاسيل ونعود مرة أخرى ضربه في التوب واحد جوش ثلاثة كنحط السلاسيل ديالي بحلقة على التوب باش نعرف الضبط فين غا جينا الضربة في التوب انا غا نكمل بنفس الطريقة بحلقة نجول لك تحبكو مثلا عندنا لكم غا نحبكو الكم كامل عندنا مثلا القب غا نظروا على القب كامل لحسا بلاسة فين بغينا نديروها الدريس هذا انا غا نخدم غي بلاسة صغيرة حيث هذا كنت لكم غي شانتيون عاد رجعو نشوفوا الدور القادم شنو غادي نديرو فيه انا حبثت غينا اخذت غي هاد المسافة هذه غي باش نشرح ليكم فيها فهنا ذبن بعد مسالي بالنسبة للناس اللي غي يكون عندهم كوم يعني كوم يكون داجا عندنا مخيط ضاير بحال هاد الشكل كان بدأو من هنا من عند الخياطة وكان بقاو خدامين كان نضروح بحلقة تغنصو بث الخياطة باش نكملو كنكملو الخدمة نيشان ولكن هنا حيث عندي غي طريف ديالتوب غي شانتيون يعني ما نقدرش انا نكمل نيشان ما يمكنش انا رجع بالخدمة بهذا الاتجاه هذا من اليسار اليمين انطر اني نقلب التوب باش ديني خدمة مكادة فقبل ما نقلب التوب كان نرتفع سلسلة وحدة هذه الارتفاع ونقلب التوب بالنسبة للناس اللي غي يخضبو فالكوب مباشرة ما غا تحتاجو جديرو هاد المرحلة هادية لانكم تقلبوا التوب كان ندخل الكروشي تحت هاد السلاسيل هادو بحلاكة هاد السلاسيل اللولين كان ندخل الكروشي تحت منهم ونشد بغرزة ثلاثة حشو بحلاكة لاحظوا معي اش غا ندير دابا غا ندير ثلاثة دية السلاسيل واحد جوج ثلاثة كننقذ هاد الفراغ هادا هذا دابا اللي خدمت في غرزة حشو ما كنحسبوش اللي تابعوه حتى هو كننقذ وكننخليه وكنمشي للثالث هذا دابا خليته ثاني حتى هو كنخليه كنمشي للثالث عاد كنخدم في هاد الثالث كندخل الكروشي كندخل الكروشي كندخله هنا تحت هاد السلاسيل كنجبد الخدمة بين السلاسيل والتوب كنخدم ثلاثة ديال اعميدة العامود الاول العامود الثاني والعامود الثالث كنضيف ثلاثة ديال السلاسيل واحد ثلاثة ديال اعميدة ثلاثة ديال اعميدة كنحصلوه على هاد شكل هاد كنضيف ثلاثة ديال ثلاثين مرة اخرى واحد جوج ثلاثة وبس نصد هاد الهرم ديالي كننقزو هاد القوس هادا كنخليوه وكنمشيو اللي تابعوه كنخدمو فيه غرزة حشو يعني واحد كتجي فيه غرزة حشو واحد كننقزوه واحد كنخدمو فيه اعميضة واحد كننقزوه واحد كنخدمو فيه غرزة حشو بعد مدر نغرزة حشو ندير نعود تانية الفسل العمليه هاد الموب الثلاث هذول هاد الهرم هادا غنعودتو ثانية مرة اخرى هأنا كنديروها透 هاد ثلاثة ديال ثلاثة دية الثلاثين هادا نكمال ثلاثة دية الثلاثين بحل هادو ثلاثة ديال اعميضه نكملهو ه Buck'Hgm ثلاثة السلاسل و ثلاثة الآية ونشده فيه بغرزة حشو نستمر بها الطريقة على طول الدور الدور اللي كله يمشي بهذا الشكل هذا الضروري يدو لباله القدية دي الان فرغ اللي كان دير فيه غرزة حشو قوس اللي تابعه يكون خاوي ما كان دير فيه ولو عاد الثالث هو اللي كان دير فيه الأعمدة نكمل دابا بقاتل بلاسة في غن ديرموت ثلاث واحد فقط حيث كما تلكم هذا الشانتين خدي صغيرة اللي غن خدم فيها عاد نجع نشوفه الدور القادم شنو غادي ندير فيه وكيفاش غادي نخدمه اللي هو آخر دور بالنسبة للدريس سهل بالزفح حيث يكون فقط من ثلاثة الأدوار الدور اللي هو هذا دي الحبيك الدور الثاني اللي هو اللي خدمنا دابا وغا نكمله ونزل الدور الثالث كملت هالدور كما قتلكم راجعوني في غي ثلاثة دي المثلاثات بعد الشكل هذا بحالي ما غنقلب التوب ديالي نقلب العمل ديالي حيث كما قتلكم هذا تريف ديال التوب ديال الشانتين ماشيكم اللي كي نخيط مجموعة كنكمله فيه اللي شانده بغا نسافع بسلسلة ديال الارتفاع ونقلب العمل ديالي باش نبضى دور جديد بالنسبة لهذا الدور غا نحتاجه أنا ننديره جوج ديال السلاسل واحد جوج وكنمشيول هاد الفراغ هاد اللي كيخلينا نبين هاد ثلاثة الاعميدة وثلاثة اعميدة كين هاد ثلاثة السلاسل كندخل الكروشي في هاد الفراغ هادا كندير العامود الاول نحاولو نجبدو شوية ختمتنا في هاد دور هادا غرخي وشوية ختمتنا ماشي دور انا نديرها مزيرة وغندير بيكو بيكو غن نكون هاهنا من ربعا ديال السلاسل لاحظو معي شنو غندير واحد جوج ثلاثة اربعة درت ربعا ديال السلاسل وكننرجعو للعامود ما كنرجعوش الاول سلسلة كنرجعو للعامود وكنشد فيه بغرزة المون زريقة نعود تاني عامود اخر نعود تاني عامود اخر نعود تاني عامود اخر وكنشد فيه بغرزة المون زليقة نعود تاني عامود اخر نضع سلسلة للتحاجر نعود ثانية عمود اخر و نضع 4 سلسلة نضع لأول سلسلة نضع نضع فيها بيكو نضع فق كل عمود غرزة بيكو بحلقة نضع نضع عمود نضع عمود من السنوات كما تنحل نقطع العمود هنا نقطع سرد 3 سلسلة نضع عمود فق كل عمود كنديرو ببيكو ببيكو خاصات تكون من رب عادية السلاسل بحلقة حتى نكمل 6 دي الأعمدة عادنا رجوع ونشوفو شنو غادي نديرو من بعد كملت هنا يا أنا كما قلت لكم دات استادي الأعمدة كما ممكن تديرو حتى كتر يعني كل واحد كدير الأعمدة اللي بغا غير هو العدد اللي درسوا دي الأعمدة تقدروه ضروري أنكم تكملو به يعني على طول الخدمة دينا أنا هناك تفيت فقط ب 6 دي الأعمدة بطبيعة الحال فق كل عمود ضروري أننا نديرو ببيكو والبيكو كتكون مكونة من ربعا دي السلاسل باش كنحصلو على سنينات بحلقة دبا غا نضيف جوج دي السلاسل فقط واحد جوج وكنشيل هاد غرزة حشو اللي كنا كنديرو هنا هادي كنشد فوق منا كندخل الكرشي فيها بحلقة وكنشد فيها بغرزة حشو نفس الخدمة غا نعود هاتجاني دبا في هاد الموطلات هادا غا نعود بحاكم كنضيف جوج دي السلاسل وكنشيو لهاد الوسط هادا لهاد الفاراغ كنعمرو بستاديا الأعمدة كل عمود كندير فوق منه غرزة بيكو مكونة من ربعا دي السلاسل هدو دبا ربعا دي السلاسل وكندخل الكرشي في العمود وكنخدم غرزة المونزالقة باش كنحصلو على ببيكو كنعود لعملية ستاديا المرات خاصي يكون عندي ستاديا الأعمدة كنستمر بها الطريقة كندير ستاديا الأعمدة فوق كل عمود غرزة بيكو اللي مكونة من ربعا دي السلاسل من بعد ما كملت هاد ستاديا الأعمدة فوق كل عمود كتجي غرزة بيكو كنعود مره اخرى جوج دي السلاسل واحد جوج وكيما كليكم كنمشيو لهاد غرزة حشو اللي كينعدنا هنا هيا اللي كننخدمنا في اللول كندخل فيها الكروشي ونخدم فيها غرزة حشو كنبقى مكملين بحال هكا فوق كل دريس او لفوق كل مطلس بحال هكا كنعمرو فوق منه بهاد الأعمدة وبهاد البيكو انا غنكمل هاد وانرجع نوريكم الشكل النهائي اللي كان حصلو عليه هنا بقيت خدامة بنفس الطريقة اللي شرحت لكم كنديرو ستاديا الأعمدة وكنديرو اللي بيكو كنحصلو على دريس كي يجيب هاد الشكل هادا دريس اللي خفيف وساهل وزوين كيما كتشوفو راه بنكون غير من ثلاثة ديال الأدوار فقط كما كبش يبنيكم مزيان تشكل ديالوك يجيب حال هكا راقي وانيق وام حاجة انه سهل يعني بالنسبة للكمام والقبضة بيشو تخدموه وتقدروا تخدموه وغيف نهار واحد فانتمنى ان نتصدير اليوم الى الاعجاب ديالكم اذا كان كدريك خليولي اكبر عدد ديالي لايك ولي كومنتيغ ديالكم مهمين بالنسبة لي بزف بزف هكا كان عرف ان الفيديو واش عجبكم واش ما عجبكم واش رايكم في فيديوهات القادمة ان شاء الله شونت وغير تشوفوك جديد على القناة لباقتاج ديال الفيديو حتى هو مهم بالنسبة لي هكا كتعمل فائدة وكتسكبر القناة ديالنا ان شاء الله ومن هنا الفيديو الشاي كان بغي نقوليكم خليت لكم راحة البال وبسلام عليكم